نشأ عبد الرحمن في بيئة تجارية جميع من القياديين المتمرسين وبجانب عودته من بريطانيا أعتقد أنه مؤهل أكثر من لازم وأنه يقدر يحقق النجاحات مباشرة وبسهولة فأسس شركته الخاصة في تقنية المعلومات وأخذ وقتها مجموعة من القرارات اللي كان مقتنع ومؤمن فيها مثل كثير من الشباب اللي أسسوا شركاته اليوم إنهم مقتنعين بهذه القرارات ولكن هذه القرارات كانت سبب انهيار الشركة وكانت النتائج بعد الانهيار مثل الصفعة القاسية لعبد الرحمن هنا كان تدخل العمم وبشكل قاسي جدا أمر واجب عشان يصحى ويفوق خلصت دراسة في بريطانيا جيت كان الخيار القدامي الوحيد أن نشتغل مع الأخوان في الشركة جميع أخواني الأكبر مني كلهم شغالين مع الوالد وعمل في الشركة فكان هذا خيار الخيار الثاني أنه أبدأ سيشتغل برا الصادفة جت محظة صدفة يعني لا أكثر إن كان ذاك الوقت غرناطة بدأت تطور نظام مالي وإداري جديد في تعاقدت مع شركة هندية أن تسوي الأنظمة فأنا كنت أجي فترة الدراسة أشوف البرامج ما أعرفها بس استفيد منها بعد كده عرفت مع الدراسة أن هذا نفس اللغة اللي كنت أدرس فيها كانت بعد كده جيت كان اقتراح من عمي اللي استفدت من استفادة يعني كان أحد المحاور اللي أثرت عليه في حياتي العملية واخي عبدالله أنه طيب ليش ما البرنامج اللي طورناه عندنا كده تفتح لك شركة وتبدأ تسوق وتطور وتسوق وتستفيد منها وشيء منفصل على أغرناطا كان خيار موفق بس أنا بالنسبة لي يعني أعتقد لو رجع الوقت يعني كنت أجلت القرار أنك تكون طالب توك بادي تبدأ بزنس ومجال برمجيات مجال المرمجيات جدا يعني معقد ما هو مجال مثلا سهل ما هو مجال تجاري أنك خبرتك بتكون ذهنية أكثر أو عملية لحسب فهمك للشيء لكن برمجيات ذاك الوقت كانت طفرة ثورة برمجيات كان كل سنة سلتين طفرة جديدة بتجي فعزم يكون عندك تواكب مستمر على التطلع في البداية العمل في مؤسسة كان فيه مدير تنفيذي اللي تقاضي أربعة ضعافة الراتب وأنا كنت تقريبا يعني كان ذكر راتبي ذاك الوقت كان 2500 وكان يمكن 10 ألاف وكان عنده ثلاث مموظفين فكنت أتذكر ذاك الوقت كنت أداوم بالجينس لأن كنت أحب أن أشتغل برمجية دراستي كلها تحليل نظم برمجة فكنت أشتغل برمجة بديت في النتوركينج فكانت عندنا مشاريع ذكر في السفارة بلطانية مشاريع في سابك كنت أروح أركب الأجهزة تضبط معي ما تضبط معي مرات بس يعني مشي الأمور أبدا أتكلم مع كل واحد يحسبون يشوفون مثلا البيانات الشركة اللي كانت المؤسسة مؤسسة تساعد الحاسب الآلي ويشوفون لسه مثلا ذهبان فينظر دامنا تسئل يعني طب أنت صاحب الله يقول لا أنا مظف فأشتغل هذه كل الاعتقادي جاءت نتيجة الاستثمار الوارد رحمة الله عليه في ابتدائي والثنوي بحيث أنك عصامي تشتغل بشركات تشتغل يعني تشتغل بيدك فهذه كانت لها تأثير كبير علي في الوظيفة وكنت أذكر أنه كنت أداوم من الصباح لحد المساء لأنه كانت برامج كنت أجيني أفكار معينة ممكن ما أقدر أطبقها بس بسبب يعني مراتها لبس طاقيتين طاقية ممكن أكون موظف وطاقية حسنين أنا صاحب الحلال فلا لازم أغير حد بعدي ممكن تقريبا سنة اكتشفت أني يعني أني أقدر أدير الشركة قرار كان من عندي يعني قرار صح قرار خطأ ما أقدر أقيم بس كان قرار صح أني أمسك القيادة ذاك الوقت لأن خلاص شفت الشركة بدأت تكبر ومحنا جاهزين عليها ومدير يمكن ما كان شايف المرئيات لأنه أدى الدور اللي عليه أني يقدروا استفيد منه خلال أول سنة أذكر جاذاك اليوم كان يوم سبت جيت جاء المكتب لقيني جالس في مكانه في المكتب جلس قل تفضل جلس قلت الوضع الآن كذا أنا الآن مدير وانت أنا مدير بس هذا الوضع اللي بس يولي وهذه الطريقة طبعا ما قبلها وحب نشوف وظيفة ثانية وطلع غيرت سياسة الشركة عدت تطوير الأنظمة اللي كنا مسوينا فأخذت تقريبا مدة سنة شغل برامج وبعدها بديت أشتغل بيع فالفترة هذه يعني كان خلاص كان هذا عندي زي ما تقول ريفنيو سريملاين منفصل على مجال البرمجيات بس هل هذا بيأكل عيش هل هذا مثلا بيعطينا بيغطي الرواتب بشكل شهري لا أنا أتذكر حتى مرة من الفترات استقطبت استلفت شهر راتب شهر للموظفين وبعد ما رجع عبد الرحمن من بريطانيا بدأ العمل في العمل الخاص وطبعا كان شركة برمجة كمبيوتر برامج كمبيوتر والحقيقة كان واجهتها كثير من الصعوبات وحاول يتغلب على الصعوبات وأصر إلا أن يتغلب عليها وكانت الظروف الحقيقة أكبر وحتى أتذكر أن حاول أنها يعمل خارج حدود المملكة مثلا في دول الخليج أو في القاهرة ولكن كانت الظروف أكبر فما توفق الحقيقة في العمل حتى أني أتذكر أنها تسلف مني رواتب الموظفين عندها ما قدر يغطي عمله ما قدر يغطي الرواة أتذكر ذاك الوقت كانت شركات كثيرة كان بداية طفرة الديتابيس وتقنية المعلومات اللي كانت إنفورميكس ويونيكس وإنسيار أتذكر ذاك الوقت كان في منتج اسمه قبتا ذاك الوقت وكانت أرامكو تبدأ الطبق أرامكو دائما رائدة كان في تطبيق مجالب أرمجيات أخذت برنامج هذا قبتا عرفت عن طريق مرضو علاقاتي واتصالاتي أن أرامكو تستثمر في برنامج قبتا وهذا كان Object Oriented Windows أخذت الموظف عندي وديت أمريكا استثمرنا فيه تقريبا خمسين ألف أذكر ذاك الوقت مدة شهر جاء صار ملم قدمت عرض أرامكو مبلغ أعتقد كان ثلاثين ألف شهريا أخذ المدة سنة فجاب مردودة فلقيت أن الفرصة هذه جيدة بدأت أهمل البرمجيات التي استثمرنا فيها وكانت وكانت الرغبة كله فيها وكان مجال صح وهذا اللي قلت لك أن الغلطة اللي رجعت فيها كنت طايش هذا مثلا فرصة من هنا بخلي هذا يبط جهر كذا ما كان فيه استراتيجية واضحة كيف التنظيم ما كان فيه استراتيجية واضحة كيف إمكانية التواصل على المدى البعيد كيف أنك تقدر تخلق لك الشخص ممكن اللي مشيته المدير ممكن تمسك البرمجيات ونمسك مثل الجزئية هذه هذه كلها ما كانت موجودة بعد كذا جدت ذاك الوقت أركل أركل كانت رائدة عن مستوى العالم بدأوا يسوقون هنا في السعودية عرفت أخوي كانت أعرف على نائب رئيس الشركة ذاك الوقت في كم مقر دبي أخذنا موزعين له بدأنا نشتغل غيرنا الأنظمة لكننا مطبقين برمجيات على الفورميكس أعدنا برمجياتها كلها على أركة فضيعنا سنة ثانية ليش؟ لأن ما فيه خطة واضحة ما كان فيه تفكير واضح ما كان فيه درايس صحي يعني لو لا الأعمال التي كنت أخذها بهذا المونباور كان أثرت على تأثير كبير في وجود الشركة ممكن فلسها الشركة بس مشيت العجلة بدأنا بأوراكل شفت التوجه حق الشركة بدأنا وشبنا المنتج عليها رقبات جيدة كانت أوراكل لذاك الوقت كان عندهم وزع تستريبيتر فكان يدورون على شراكة تضامنية مع بوكيل سعودي أنا عاد كنت في الشركة كنت أكتب خطابات لهم عندي الرغبة فيها فكنت أكتب خطابات كتبت الرئيس الشركة في أمريكا كتبت ما تجدني ردود وعلاقاتي زينة مع اللي هنا ففجأة اكتشفت أنه اختاروا مستثمر سعودي لأنه عنده عمار كثيرة في أمريكا ويعرف الشركة في أمريكا فأخذ الشركة شراكة مع أوراكل لما شفت كذا تضايقت أنا يعني لأن خلاص حطيت هدفي أنه يبغي يكون موزع للشركة هذه وخلاص عشت لستة شهور هذا الهدف الذي عندي تركت كل شيء كان هذا هدف شركة بحجم أوراكل ذاك الوقت وإلى الآن يعني بس ذاك الوقت نتنظر لها نتصير وكيل لها يعني مردود هالمادي عالي يعني بتكون ذاك الوقت لو استمرت كان ممكن تكون لحد الشركات زي الأي سي اس سواء البلاعة أو الجريسي أو الشركات الكبار هذه لأن مداخيلها كبيرة ما مشي الحال اختارت الشركة وكيل وقعهم على الوكيل عينوا مدير عام ذاكا من استراليا جاء أول ما جاء من المطار جاء عندي في المكتب لأنه ذاك الوقت أنا كنت أدعم الشركة كبير فأول ما قفلهم أو قفلوا ألغوا تعاقدهم مع دستريبيتور جلسوا لمدة ستة شهور يعني ما لهم تواجد فأخذتهم عندي فهذا كان استثمار مني أني أحطهم تحت المظلة عشان خلاص أضمن بعد كذا قالنا هذا الوضع اللي قدامنا وإحنا طرفتحنا الشركة بالشكل هذا وقعنا بكذا لكن أحريصين على الاستثمار معكم طبعا كان بالنسبة لي زي يعني القشة الذي قصم الظهر البعير يعني كان طموحي أني كان عنده طموح يعني كبير أنا أمسكه كالة الشركة هذه فما الله كتب فبديت طب أرجع عيد وراقي طيب الآن نوضع كذا طيب الشركة عندي برمجيات عندي برامج لكن مردود المادي ما هو مطلوب فيه مردود مادي بس ما هو بيجي بالشكل المناسب اللي خليك تبدأ تتكون الشركة وتستمر في تكوين الشركة رحت لعمي ذهبان فقلت أتكلم مع قلت لها قدامي كذا كذا والشركة حاولت وما الله كتب أني أخذها وقلت طيب خلاص أستمر في شغل قلت بس محتاجين يعني استثمار أكثر كان وقف عندك كاش قلت لها كاش بيجي طب عندك يعني مشاريع قلت مشاريع موجودة ونطلب العملاء كذا كذب طب ليش متاخذها لازم ننفذ لازم ننفذ لازم ندف 6 أشهر 10 أشهر فالآن قدام مفترق طرق وكان يوقف أنا بالنسبة لي اللي عنده محل أو اللي عنده بزنس أو اللي عنده شركة حتى الكلمة تذكر اللي يقول لك اللي هو الكاش هو ملك البيزنس أو ملك الأعمال ما عندك كاش معنات ما عندك ولا شيء بالفعل ما كان عندي كاش يعني حتى كنت الراتب وكنت يعني تثني متزوج ولا كان عندي حتى مصاريف يعني حتى بيتي ما بيتي وعندي إخواني وشغلي يعني وأمي في الشغل العائلة بس كنت من الأول ما كان عندي الرغبة أني أخذ أي شيء كنت باعتمد على نفسي وصلت إلى مرحلة هذه أعطاني كلام قال شوف أنت كذا أنت ظاهر أنك متظاهر بالشركة وأن عندك شركة وفرحان أن اسمك يعني مدير عام وفرحان أنك كذا في نهاية الأمر وش اللي عندك من هنا الكلام شد ومد عليه فطلعت يعني سمعتك أنا كلام جدا محبوط عليه أكثر من الكلام اللي سمعته من أمس ومن يومين من الشركة ترك اشتغلوا فيها مدة شفت إرادها ما هنا إرادة أنا جيت تاركها قعدت لسنة ما أنا متابعهم ولا شيء فجيت بعدها وشفت للدفاترهم ما عندي شيء أنا وين هالإرادات وين هالشغلات عطيتهم مدة جيت أخ قلت له ما أخر شيء رجائي لو تكرمت سكروا أحسن لكم من أول الدرج ولا من آخر إنه قصديتكم دي فامتثلوا لما اقترحت عليهم وعزلوا الشركة وصفوها واللي صار فيها صار عبد الرحمن قالوا أخوانا نبغاه معانا بالشركة قلت لهم لا أنا تجربتي أو خبرتي في هذا الشيء ما أبغى يشتغل معي وقعد تحت مظلتي أبغى ينطلق الرجل والرجل أنا شافه عنده فطناه عنده رغبة في البروز ترجمة نانسي قنقر